حضر رئيس الصيني شيجينبين امس الاثنين مع نظره البولندي مراسم افتتاح منتدى طريق الحريرة والمنتدى الصيني البولندي للعمال والتعاون القيمي بالعاصمة البولندية ورسو ألقى شيجينبين كلمة أهمة في مراسم الافتتاح قال فيها إن الصين وبولندا تتشاركان رؤية تعزيز الازدهار على طول طريق الحزام والطريق والاطلاع بدور أكبر في التعاون الاقليمي مضيفا أن مبادرة الحزام والطريق قد شهدت تقدما رائعا وقد ردت الدول على طول الحزام والطريق بنشاط منذ طرحها قبل ثلاثة عوام وأشر الرئيس شيجينبين أن المبادرة تمثل مسعى مشتركا وأحثت الدول المشاركة على التعامل مع بعضها البعض وفقا لمبادئ الاحترام والتبادل والشمولية كما طرح الرئيس الصيني مقترحا من خمس نقاط بشأن تنمية الحزام والطريق والتعاون بين الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك التعاون الصيني البولندي أولا تحسين التعاون بين الصين وبولندا ليصبح مثالا للتعاون في إطار مبادرات الحزام والطريق مما يدفع التعاون في المنطقة كلها قدما ثانيا بذل جهود مشتركة لتحسين آلية التجارة والاستثمار الصينية الأوروبية ورفع مستوى تحرير التجارة وتسهيل الاستثمارات وأقامة مراكز تجارية جديدة وأقطاب لنمو من خلال تمجي التكنولوجيات الأوروبية المتقدمة والقدرة الصناعية الصينية وموقع بولندا وميزة المواهب ثالثا تحقيق ترابط أوثقة بين آلية التعاون بين الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية وتطوير الحزام والطريق بهدف إقامة تعاون عملي ومستدام بين الجائد رابعا تحسين الآلية وتعزز الاتصالات بين الحكومات المحلية الصينية والبولندية من أجل إنشاء جسر التعاون بين الشركات والمنظمات المدنية في البلدين وتوسيع التعاون العملي وتمتين الأساس العام للصداقة الصينية البولندية خمسا دعم مراكز الفكر في لعب دوري الرائد لكي تساعد الحكومات على دراسة الطرق والخطط لتنمية الحزام والطريق وربط الخطط والاستراتيجيات وتنصيق السياسات وتصميم الآليات ومساعدة الرأي العام على فهم السياسات وشدد الرئيس الشيء على ثقة الصين في مواصلة النمو الاقتصادي بمستوى متوسط إلى سريع ورحب بتقاسم جميع الدول في مارة تنمية الصينية السريعة ومن جانبهما أشار الرئيس البولندي ورئيسة الوزراء البولندية إلى أن طريق الحرير يربط أوروبا وأسيا سواء كان في الماضي أو الحاضر وأن بولندا تدعم مبادرة الحزام والطريق وكانت من الدفعة الأولى للانضمام إلى البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وذلك يعكس رغبتها في تعزيز التعاون بين أوروبا وأسيا وستساعد الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم ترقيتها خلال زيارة الرئيس الشيء على إثارة الإمكانات الكبيرة للتعاون في الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والمجالات الأخرى مما يفيد البلدين والشعبين بشكل أفضل